السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح لاخنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع وي السفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريقاناتنا وهي كانت فرصة التطوع في بيتناها مش عاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرصة كتير. التقديم ولبول فيه حصريا عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احاقة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب بنوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة به المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقى موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. آآ هي منحة دراسية ممولة بالكامل. الدولة المانحة هي استراليا. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي استراليا. الجهة المانحة هي دي الجامعة اللي مقدمة المنحة وطبعا جامعة من افضل جامعات العالم. ولها ترتيب عالي جدا في العالم وفي دولة استراليا. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة مفيش اي مشكلة خلص. المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي. المنحة دي موجهة لجميع المراحل الدراسية الناس اللي عايز تدرس الليسانس او البكالوريوس متاح اليوم التقديم الناس اللي عايز تدرس الماجستير اه او الدكتوراه متاح اليوم التقديم ما فيش اي مشكلة خالص لو انت في اخر سنة من اي مرحلة دراسية سواء سنوية عامة اه سواء بكالوريوس ماجستير او دكتوراه تقدر تقدم على الدرجة العلمية اللي بعدها ما فيش اي مشكلة خالص تمام كده بالنسبة بقى تمويل صراحة تمويل المنحة دي ممتاز جدا. اول حاجة التمويل للماجستير والدكتوراه. عندنا فيه تمويل الماجستير والدكتوراه. وفيه تمويل للبكاليريوس. الماجستير والدكتوراه. التمويل بتاعه هيكون مصاريف الدراسة كاملة بالمجان. كل الرسوم الدراسية هتكون على حساب الجامعة انت مش تدفع اي تكاليف خاص. هيكون فيه راتب شهري بيقدر بالفين وتلتمية دولار. هتاخدهم شهريا. ده عشان تغطي لك تكاليف المعيشة والسكن وغيره. فالالفين وتلتمية دولار دي حاجة كافية جدا تقدر تغطي بها مصاريفك. كمان يعني انت لو شخص مثلا اه مش مصرف كتير ممكن تقدر انك تدخل منها كمان. تمام? كمان حيتم توفير تذكر الطيران من بلدك الى استرالي. هيكون تذكر الطيران مدفوعة من قبل المنحة. انت مش تدفع اي تكاليف بالنسبة لتذكر الطيران. وتحمل الفيزا برضو هيساعدوك في اه تحمل ذلك عن طريق توفير خطاب توصية بيشمل كل الحاجات وبيسهلك الحصول على الفيزا. اه بعد كده عندنا كمان يعني انا صراحة ما بصادفش المنح اللي فيها الحاجات دي كتير. ولكن المنحة دي بتوفر مصاريف استحاب عائلتك معك. يعني مثلا ازا انت شخص متزوج وعندك اسرة واطفال كاتبين على موقعهم الرسمي اللي بيكون فيه مصاريف اضافية لو انت معاك عائلتك والزوجة والاطفال بيوفر لهم الاقامة والمصاريف يعني الاضافية اللي انت محتاج عشان اسرتك. كمان هيتم توفير التأمين الصحي في حالة لقدر الله حدوث مرض او حادث هتكون كل تكاليف العلاج على حساب الجامعة انت مش تدفع اي تكاليف خالص. طيب بالنسبة لتمويل البكالوريوس كده اتكلمنا عن ماجستير. تمويل البكالوريوس مش كبير اوزان المسطر والدكتوراه. ولكن تمويل البكالوريوس هيتم توفير مصاريف الدراسة بالمجان. كل الرسوم الدراسية هتكون على حساب الجامعة. اضافة هيكون في راتب سنوي خمسة وعشرين الف دولار لتغطية تكاليف المعيشة. يعني انت هتاخد سنويا. المرتب ده هيكون على اقصاد. آآ يعني هيدي لك مسلا كل تلات شهور مقدار معين من خمسة وعشرين الف دولار بحيس انك تستخدمهم في تكاليف المعيشة والسكن وما الى زلك. طبعا هيكون مبلغ كويس جدا لو قسمت الخمسة وعشرين الف دولار على اتناشر شهر هيطلق معاك مبلغ كويس يقدر يغطي لك تكاليف المعيشة شهرية. بالنسبة للتخصصات المتاحة في هذه المنحة عندنا تخصصات كتيرة. تمام? هنا دي مجموعة كليات. آآ الكليات المتاحة في المنحة زي كلية الاداب والعلوم الاجتماعية كلية الادارة كلية الهندسة. وطبعا دي كليات. يعني جوة كل كلية في تخصصات كتيرة جدا متفرعة. زي مثلا كلية الهندسة وعلوم الحاسب. هتلاقي كلية الهندسة عندك فيها تخصصات كتيرة جدا. هندسة الميكانيكية الكيميائية غير وغير وغير. يعني كل كلية بتحتوي على عدة تخصصات مش دي التخصصات لا. وانما دي الكليات اللي بتحتوي على عدة التخصصات. فتقدر تشوف الكليات المناسبة وتنضم لها. آآ عندنا ملاحظة هنا. هذه المنحة ليس بها حد اقصى العمر. آآ يعني مسلا لو انت سنك كبير خمسة وعشرين خمسة وتلاتين آآ اربعين في ما فوق. تقدر تدمع المنحة دي لانها متاحة لجماعة الاعمار ومحددوش سن معين ودي برضو ميزة في هذه المنحة. كمان ركز معي في النقطة دي طبعا انتو عارفين دول اوروبية او الدول القوية زي استراليا كندا والدول دي بتحتاج ايلتس وطيفل عند التقديم. وانما هذه الجامعة لا تحتاج شهارة الايلتس وطيفل بشكل يلزامي عند التقديم. عندنا حاجات تانية ممكن تعفيك من الايلتس وطيفل. يعني ازا انت معاك اي شهارة لغة انجليزية اخرى بتثبت مستوات في اللغة الانجليزية شهادة مثلا انت اوخدها من اي مركز داخل بلدك او حتى انت ممكن تروح لأي مركز داخل بلدك وتعمل شهادة لغة انجليزية عن طريق تعمل امتحان تحديد مستوى وتقول لهم انا عايز اعمل امتحان تحديد مستوى وبعد لما تمتحني الامتحان ده هيطلعولك شهادة وفيها المستوى بتاعك وفيها الدرجة بتاعتك فدي تعتبر شهارة لغة انجليزية بتثبت ايضا مستوك. او ازا انت درست مرحلة درسية سابقة باللغة الانجليزية اخدت البكالوريوز باللغة الانجليزية دراست كورس معين لمدة لتقل عن سنة باللغة الانجليزية فانت مع فيه من اثبات اللغة مش محتاج تجيب اي شهادة او اي شهادة بتثبت اللغة الانجليزية بتاعتك لانك بالفعل درست مرحلة سابقة باللغة الانجليزية. تمام? فدي برضو ميزة ممتازة جدا جدا. الاوراق المطلوبة عندنا للتقديم في الفرصة دي عندنا اوراق بسيطة. اول حاجة التقديم هنشوف بعد شوية ازاي تملاه. مطلوب من حضرتك صورة اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. تمام? يعني مسلا انت مخلص سنوية عامة يبقى تجيب شهادة السنوية العامة عشان تقدم لمرحلة البكالوريوس. لو انت مخلص بكالوريوس يبقى تجيب الشهادة دي عشان تثبت تقديمك لمرحلة الماجستير وهكزا. تمام? اه كمان مطلوب منك صورة جواز الصفر. ولو مش موجود معك صورة جواز الصفر بتحط بطاقة الهوية المهم يكون معك اي اثبات بيثبت اقامتك او بيثبت جنسيتك للدولة. فهمت? يعني لو انت مسلا من مصر يبقى لازم يكون معك اثبات شخصية ترفقه في المنحة. ده بالنسبة الاوراق المطلوبة وطبعا اه شارية اللغة الانجليزية انت ممكن تقدمها في الوقت الحالي او تقدمها بعد فترة. يعني ممكن انت تقدم وتعمل وترسله للمنحة. وبعد فترة ممكن تقدم شارية اللغة عادة عندما تتوفر معك. تمام كده. طيب هنا عندنا ملاحزة اه ان احنا خخانات منح من كل الالوان طبعا اه بنوفر ثلاث خدمات. الخدمة الاولى هي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها يعني لو عايز ان احنا نقدم لك في الفرصة دي ممكن نقدر نساعدك ونقدم لك بشكل احترافي الخدمة التانية اللي احنا بنجهز الاوراق اه بشكل عام لأي منحة وانت ممكن تقدر استخدم الاوراق دي وتقدم بنفسك في اي منحة انت عايزها والخدمة التالتة هي خدمة التقديم لأفضل وأرخص الجامعات حول العالم للدراسة على حسابك الشخصي ولو عايز تقدم لأي خدمة من الخدمات دي ونجهزها لك هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو نسيت أقول لكم على حاجة كمان أن المنحة دي بالنسبة لآخر موعد نسيت أذكره وآخر موعد بالنسبة لدرجة البكالوريوس هيكون ستة نوفمبر وآخر موعد بالنسبة لدرجة الماجستير والدكتوراه هيكون واحد وتلاتين أغسطس آخر هذا الشهر تمام؟ لأني نسيت أحطه هنا في المقاب طيب خلينا دلوقتي نروح لإعلان الرسمي الماجستير والدكتوراه ده اللي فيه التفاصيل اللي أنا قلتها هنا تعال نفتح الإعلان الرسمي كده ونشوف إيه اللي جواه هتلاقي هنا يظهر لك موقع الجامعة الرسمي ده أستراليا من ناشونال يونيفيرستي جامعة أستراليا القومية وهنا هتلاقي كل التفاصيل بالنسبة لدرجة الماجستير والدكتوراه وبيشرح لك كل حاجة وبيقولك أنه هيتم بالنسبة للفوائد هيكون فيه تذاكر السفر هيكون فيه للمسلا في حالة وجود الأطفال آآ والزوجة والعائلة هيكون فيه تحمل المصاريف هيكون فيه راتب شهري هيكون فيه آآ تأمين الصحي كل ده وهم موضحينه هنا ده بالنسبة لإعلان الرسمي ليه المنح تمام؟ طيب آآ بالنسبة للإعلان الرسمي للباكالوريوس هنا هو برضو ذاكرين في كل التفاصيل دي السكولرشيب بتاعة الاندر كردييت وهتلاقي هنا ذاكرين كل التفاصيل خمسة وعشرين ألف دولار اللي هتحملها زائد نصاريف الدراسة اللي هتكون ممنوحة للأشخاص وهنا الدول المتاحة قالك بالنسبة لدول الشرق الأوسط متاح لها كل الدول سواء دولة أفريقية أو من الشرق الأوسط متاح لهم تمام؟ والدول السيوية برضو كل الدول متاحة في هذه المنح طيب دلوقتي آآ عرفنا بالنسبة للتمويل بتاع المنحة وكل شيء عنها إزاي ممكن نقدم في المنحة؟ أنا هتطلقوا لينك التقديم هنا هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك التقديم التقديم هيفتح معاك بالشكل ده تمام كده؟ هتلاقي هنا بيقولك إنك تحط الإيميل والباسورد بتاعك طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش إيميل والباسورد تعمل إيه؟ هتروح حضرتك ضغط على كلمة قبليناو دي إن انت عايزت تسجل في الموقع تضغط عليها هيظهر لك هنا إنك تعمل آآ كارية اكاونت تحط الإيميل بتاعك وتعمل كارية للباسورد تعمل باسورد بنفسك تمام؟ وتأكده مرتين وبعد كده تضغط على كلمة ويبقى انت كده سجلت وعملت اكاونت على موقع المنح طيب بعد لما حضرتك بتعمل الاكاونت ده المفروض بتعمل ايه؟ المفروض ترجع تاني بقى وتحط الإيميل والباسورد هنا وبتضغط على كلمة لوجين عشان تدخل للابليكيشن وتكمل بقي بياناتك طيب بعد لما بتضغط على كلمة لوجين وبتخش للابليكيشن إيه اللي بتلاقيه موجود؟ بتلاقي الشكل ده بتلاقي بيظهر لك بالشكل ده وبتلاقي إن في عدة حاجات لازم تعملها أول حاجة معلوماتك الشخصية اسمك اسم العائلة الجندر بتاعك تاريخ ميلادك تتكلم عن آآ جواز الصفر بتاعك إنك من بره استراليا تتكلم عن آآ وسائل التواصل معاك إزاي ممكن المنحة تتواصل معاك تتكلم عن الدرجة العلمية بتاعتك آآ وما إلى ذلك تتكلم عن آآ يعني خبرتك السابقة بالنسبة الخبرة التعليمية أو الخلفية التعليمية وهل عندك آآ مسلا مرض لقدر الله أو شيء تمام فبتذكر كل التفاصيل دي هنا وبعد كده بتخش على السكشن التاني اللي هو دي بقى بتحط فيها معلومات المرحلة السابقة اللي تدرستها هتلاقي هنا عندك عدة حاجات لازم تعملها اللي هو مسلا اللي هو بالنسبة ليه المدرسة الثانوية تحط معلومات المدرسة الثانوية انت درست ايه آآ يعني اسم المدرسة الثانوية والدولة اللي انت درست فيها والتاريخ التخرج آآ او التاريخ المتوقع للتخرج تحط كل المعلومات هنا تمام وبعد كده لما انت حط معلومات كل واحدة اللي مسلا انا حطيت معلومات دي هتلاقي يعني بيزهر لك بتزهر لك هنا في القائمة تمام ونفس النظام هنا بالنسبة الباشولر والمستر دي جريد. تحط معلومات لو انت مخلص باكالوريوس وماجستير. تحط طبعا المعلومات بتاعته من نفس النظام. يبقى دي المدرسة السنوية دي للمرحلة الجامعية او الماجستير. وطبعا هنا لو معك اي كورسات دي خبرات العمل. لو عندك اي خبرات عمل بتضيفها هنا. آآ هنا بالنسبة لجزية اللغة الانجليزية هتلاقي عندك وسائل كتيرة جدا. يعني بيقول لك لو انت آآ يعني خدت خدت الامتحان او معاك اثبات دليل من بره استراليا. فتضغط على كلمة تمام? عشان تقول انك واخده من بره استراليا. وتختار الدولة تمام? مسلا تختار دولتك مسلا الجزائر وتختار وانت مسلا لو معاك اي شهادة لغة انجليزية بتضغط على تمام? وبتحط اسم الشهادة اللي معاك. كدليل على انك بتعرف في اللغة الانجليزية لو مش معاك الاي لتسطويف لو معاك اي شهادة تانية حتى لو شهادة محلية من اي مركز في دولتك ده بيساعدك ما فيش مشكلة خالص تمام? وبتضيف المعلومات دي. وعشان طبعا انت يعني كل حاجة من دول هتضيف فيها المعلومات لازم تحط الوثيقة بتاعتها. يعني مسلا الشهادة السنوية هنا انت حطيت المعلومات بتاعتها هتلاقي بيزهر لك هنا لما يعني تتحط في القائمة دي هزهر لك حاجة اسمها فبتعمل لها بلود وبتحمل الوثيقة اللي بتثبت تخروجك من المدرسة السنوية. وهكذا بالنسبة لباقي الاشياء. تمام كده? طيب خلصت ده تخش على اللي بعده بالنسبة لاختيار البرنامج الدراسي اللي انت عايز تدرسه. آآ طبعا انا عشان مليتي سابقا فورادي اخترت البرنامج. فانت طبعا هيكون هيزهر لك هيزهر لك كلمة وتقدر تبحس عن البرنامج المناسب ليك اللي هو سواء باكاليريوسة او دكتوراه وتختاره وتضيفه فيه وهنا طبعا اخر جزئية اللي هي معلوماتك الشخصية ان هي اول حاجة اللي هي اثبات الهوية ممكن تحمل سورة جباز السفر او البطاقة الشخصية ده برضو آآ يعني اي حاجة منهم ما فيش اي مشكلة خاص تمام كده? وطبعا بعد لما بتحمل الاجزاء دي كلها بيزهر لك كلمة بتضغط عليها وبأنت كده ارسلت بتاعك للمنحة بنجاح مش محتاج اي رسوم منك او اي شيء. انا طبعا عملت الخطوة دي سابقا فبالتالي ما بتظهر ليش كلمة صميت دلوقتي وانما انا يعني ضغطت عليها سابقا ومليت الابليكيشن. فده بالنسبة الابليكيشن اونلاين في كل التفاصيل بتاعتك تحطها بالكامل وبطريقة كويسة وبأنت كده قدمت بنجاح. طيب نرجع تاني للهنا وندي نفذة سريعة عن التمويل. تمويل سراحة ممتاز والريات بشاري وتزاكر الطيران والتأمين الصحي وكل شيء عندك. وما تنسوش اخر معادل البكاليريوس ستة نوفمبر للماجستير والدكتوراه واحد وتلاتين اغسطس. فارد تقدمه قبل المعاد. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.